أطلقت وزارة الصحة وسكان المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان يهدف المشروع والذي يعد أحد تكلفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزرية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص بهدف تحسين جودة حياة المعطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئة العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما